بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال الله جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة إلى آخر الآيات بالذنوب رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إجمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها إلزم الأدبة مع الله ظاهرا وباطنا إلزم الأدبة مع الله ظاهرا وباطنا فما أساء أحد الأدبة مع الله ظاهرا إلا عوقب ظاهرا وما أساء أحد الأدبة مع الله باطنا إلا عوقب باطنا فالأدب مع الله أيها الأفاضل هو القيام بدين الله جل وعلا هو التأدب بآداب دين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا سأكتفي بهذا القدر مضطرا في مقام الأدب مع الله لنتربى عليه ابتداء ثم لنربي عليه أولادنا وأجيالنا انتهاء أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الأدب معه وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا سنتعلم كيف يكون الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ثم في حلقة ثالثة سنتعلم كيف يكون الأدب مع الخلق مع الوالدين مع العلماء مع الرؤساء مع المرؤوسين مع الأغنياء مع الفقراء مع الطعام مع الشراب مع السفر مع الكلام مع القيام مع الجلوس مع الزوجة في الفراش مع الأولاد في البيت في دخول الخلاء والخروج منه موضوع طويل وجليل اللهم ارزقني وإياكم الأدب واجعلنا وإياكم من أهل هذه المنزلة وأصحاب هذا المقام إنه ولي ذلك والقادر عليه انتهى وقت البرنامج كاملا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وقبل أن أنهي اللقاء أود أن أذكر إخواني وأخواتي ممن فقدوا التردد الجديد لقناة الرحمة وأناشدكم الله عز وجل أن ترسلوا هذا التردد في رسالة لكل من تعرفون ولمن لا تعرفون لله تعالى لله تعالى الأخ اللي يستطيع أن يخصص الآن من ماله ألف جنيه للرسائل يقول والله أنا ألف جنيه للرسائل لإرسال تردد قناة الرحمة الجديد لكل من أعرفه ولمن لا أعرفه أو أخ يقول مت جنيه أو أخ آخر يقول ثلاثة جنيه رسالة واحدة لله تعالى شارك في أجر هذه المواد شارك في نشر هذا المنهج الرباني الذي أحمد الله عز وجل عليه الذي يبث على هذه القناة الطاهرة المباركة والكمال لله وحده والعصمة للنبي فنقول قناة الرحمة بفضل الله قناة دعوية وليست سياسية ولا إخبارية قناة الرحمة قناة دعوة قناة دعوة وسطية ليست سياسية تنتمي إلى حزب من الأحزاب وليست إخبارية تنتمي إلى وكالة من وكالات الأنباء هذا منهجنا منهج الوسط والاعتدال القرآن والسنة بفهم السلف الصالح إن خالف أحد أحبابنا على القناة في برنامج أو في حلقة من الحلقات فلا نبغي على الإطلاق أن نسقط هذا الخطأ على منهج القناة بأسرها هذا ظلم وهوى هذا ظلم وهوى من يتهم القناة لمجرد خطأ أنا كرئيس للقناة أخطأ طفي حلقة من الحلقات إيه المشكلة إيه الحرج في هذا وأنا رسول ولا ملك كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوبون توم انت تسقط هذا الحكم على هذا القناة المباركة على أكثر من سبع وخمسين شيخ وطالب علم على القناة يبقى هذا ظلم منك وهوى في قلبك وأخشى أن أقول حقد يحركك ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن أخطأ أحد إخواننا فلنصحح له الخطأ بأدب بأدب بدون خروج أبدا في لفظة ولا في كلمة ولا في رسالة لأن هذا تجاوز لمقام الأدب إن أخطأ أحد علمائنا وأحد شيوخنا وأحد طلبة العلم على القناة فلنصحح الخطأ فليكن النقد بناء لا هداما تظهر في رائحة الهد لا فليكن النقد بناء منصفا عادلا والكمال لله ولقد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أرجو من أحبابنا وإخواننا جميعا أن يعلموا أن لقناة منهجا يعني كل إخواننا من الدعاة والعلماء على شاشة قناة الرحمة وكل أحبابنا وإخواننا في الأمة كلها أقول إن لقناة الرحمة منهجا لن تحيد عنه أبدا بإذن الله تعالى ولن تجامل مخلوقا على حساب هذا المنهج الذي اختطته بفضل الله من أول يوم ومن أول ساعة لا نريد بهذا المنهج أشهد الله إلا أن ننصر ربنا ونبينا وديننا إن أخطأنا فالخطأ وارد فالكمال لله والعصمة للنبي فليصح خطأنا بأدب بآداب النصيحة فلا يمكن أبدا أن نقبل نصيحة ليست مؤدبة وليست مهذب أيا كان قائلها أقولها لله وبكل قوة وبكل صراحة وبكل وضوح أنا شخصيا لن أقبل نصيحة تبذل إلي بسوء أدب وبقلة أدب مهما كان قائلها إنما إن جاءت النصيحة مهذبة مؤدبة فهي في القلب وعلى العين والرأس وإلا فلا وألف لا فالقناة لها منهج سواء بالنسبة للدعاة على شاشة القناة أو بالنسبة لكل مسلم نشاهد القناة لن تخالف قناة الرحمة منهجها أبدا بإذن الله تعالى إن خالف بعض إخواننا في حلقة أو في عدة حلقات فليس معنى ذلك أن نسقط هذا الخطأ على منهج القناة بالكلية وأن نسقط هذا القدر الكبير من علمائنا وشيوخنا وإخواننا على شاشة قناة الرحمة فهذا ظلم وهوى هذا ظلم وهوى ظلم يملأ القلوب وهوى يحرك القلوب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الظلم والهوى وأن يرزقنا الصدق والإخلاص إنه ولي ذلك والقدر عليه وستظل القناة بإذن الله تعالى على هذا المنهج وأسأل الله ألا يحرمنا منه إنه ولي ذلك ومولاه أما بالنسبة للتردد الجديد وأنا أناشد إخواننا وأخواتنا في كل أنحاء الدنيا أناشد إخواننا على شبكات مواقع الشبكة العنكبوتية في المواقع المحترمة الكريمة أن تضع هذا التردد الجديد لقناة الرحمة لأن كثيرا من إخواننا وأخواتنا فقدوا القناة بعد التردد الجديد التردد الجديد هو ترجمة نانسي قنقر